استقبل صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي حسين إبراهيم طه بمكتبه ممثل بابا الفاتيكان بهدف تقديم نسخ من أوراق اعتماده كممثل للفاتيكان لدى البلاد حضر المقابلة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية تقرير آدم حنفي فضلها الخارجية التشادية وفي إطار نشاطها الدبلوماسي أشرفت على قدوم السيد سانتياغو دويد جوزمان وذلك بهدف تقديم أوراقه المؤكل بها من قبل البابا إلى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي السيد إبراهيم حسين طه بجانب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية موسى الدقو وكذا مساعدي كل الطرفان الزيارة في نص أوراقها تهدف إلى نشر السلام وترقية المجتمع واندماجه بغية تحقيق أهداف السلام والسعي إلى محاربة كل ما هو عائق للقيام الإنسانية حيث صرح سيد سانتياغو عن أهمية الزيارة مؤكدا في قوله إن أهمية نشر السلام يمكن بها أن يكون توحيد الرؤى من أجل بناء جيل أفضل ويشار إلى أن بعثة السيد سانتياغو لم تقتصر بدولة شادف حسب بل وتشمل إفريقية الوسطى بنفس رسالتها شهدت عاصمة غينية الاستوائية ملبو مناسبة افتتاح عمل الدورة العادية الثانية للبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقضية السماك حيث ترأس المناسبة الافتتاحية رئيس البرلمان الشادي محمد علي كوسو ستناقش خلال عمال هذه الدورة مشروع القانون المالي للبرلمان تقرير من حمود حسن سمو الدورة العادية الثانية لبرلمان الدول المجموعة الاقتصادية والنقضية السماك التي جاءت في التاسع من أكتوبر في مالاب عاصمة غينية السوائية حول مناقشة مشروع قانون المالي لبرلمان هذه المشموعة لعام 2017 تميزت بخطاب رئيس هذا البرلمان الشادي محمد علي كوسو حيث تضرق فيه إلى العديد من المواضع التي تمر بها الدول الأعضاء في هذا البرلمان الاقليمي والتي كانت لها أثار سلبية على عمل هذا البرلمان من جهة وعلى الدول الأعضاء فيه من جهة أخرى ذلك جراء لزمة الاقتصادية والمالية العالمية رغم ذلك أكد رئيس البرلمان محمد علي كوسو أن البرلمان قام بمشاركة فاعلة في عملية حجد الضريبة سيما الخاصة بعملية تكامل هذا الاقليم ففي ذلك فقد أكد محمد علي كوسو بأن البرلمان قد التقى بالرئيس الدولي لدول المشوعة الاقتصادية والنقادية السيماك كما التقى أيضا بالوزراء المكلفين بالمالية في هذه المجموعة القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة لمنئ في أهمنة تشادين دخول العراض الأمريكية تطرق إليه أيضا محمد علي كوسو بحيث أشار في ذلك إلى الجهود الجبارة التي بذلتها تشاد في الكفاه ضد الإرهاب لذلك طلبت تعاون تشاد والولايات المتحدة لرفع هذا القرار يشار إلى أن دول المشوعة الاقتصادية والنقادية السيماك تضم دول الكونغو برازافيل الجمهورية إفريقيا الوسطى والقابو والكاميرون وغنى السوائي هو تشاد قدم صباح اليوم الأمين العام لجمعية العمل الوطني جدا جيمي بيانه صحفيا تحدث من خلاله النتائج جامعية العموية في ميكروفون الزميل ياسر محمد أحمد قدم صباح اليوم الأمين العام لجمعية العموية أنه يجب أن يكون مهمة على تشادة القرار لأنه يتطلب الأمين العام لجمعية العموية والتقلية لجمعية العموية لندما يزيد المدينة ال conflicts وفي الاستدام من الاستدامة يتراجع إلى ذكر المدينة الديد المدينة الديد هي المدينة الديد فيه كبير حسيم عبد الرسول القدر ايشاء عمر والسكرتر جيدا جالد ستجل أعطينا من أجلنا لكي لا تسألنا على صفحة المزيدة لكي لا تسألنا سيدنا